فقدت دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية اليوم زعيما استثنائيا وفارسا عربيا أصيلا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلين هيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوال ربه راضيا مرضيا إنسان عظيم كسب بأخلاقه وقيمه ومبادئه احترام ومحبة الناس أجمعين كان للشعب الإماراتي بمثابة الأب الحنون الكريم المعطاء وكان للأمة العربية والإسلامية واحدا من فرسانها النبلاء كان رمزا للخير والبذل والعطاء اللامحدود لأبناء دولته ولإخوانه العرب والمسلمين وغير المسلمين كان مثالا للقيادة الواعية المستنيرة وشهدت دولة الإمارات بفضل سياساته وحكمته حالة استقرار وأمن وتطور وازدهار غير مسبوق رحل الشيخ خليفة وكل العالم يتذكر ليس فقط ما قدمه لشعبه وإنما للعالم أجمع من مواقف نبيلة ومشرفة ومساعدات إنسانية للأشقاء والأصدقاء في مشارق الأرض ومغربها ولكل محتاج في كل مكان بالأرض رحل الشيخ خليفة من هذه الدنيا ولكنه لم ولن يرحل من دعائنا ومن قلوبنا اللهم ارحم من كان أبا لشعبه قبل أن يكون قائدا حكيما ينظر أن يعوض رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أعلى نهيان وأسكنه فسيح جناته إن لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر